فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية مثلا حد الزناء كما في هذا الحديث حد الزناء بالنسبة للبكر هو الجلد جلد مئة وتغريب عام قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة وجاءت السنة بأنه يغرب سنة عن بلده حتى يتبدل حاله ويتغير سلوكه إلى الأحسن وأما إن كان ثيبا وهو من وطئ في نكاح صحيح الثيب هو من سبق له أن وطئ زوجته بنكاح صحيح فهذا وهما بالغان عاقلان حران فهذا هو الثيب وهذا جاءت السنة المتواترة لأنه يرجم بالحجارة حتى يموت وجاء هذا في القرآن الذي نسخ لفظه وبقي حكمه كما في قوله تعالى والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم فحده الرجم إذا كان ثيبا يرجم بالحجارة حتى يموت وهذا شرعه الله لأهل الكتاب من قبلنا وشرعه لنا فأهل الكتاب غيروا وهم اليهود غيروا الرجم غيروا الرجم وجعلوا محله أنه يسود وجهه ويطاه به في الأسواق إلى عقوبات وضعوها من عندهم وهذا بالنسبة لأشرافهم أما بالنسبة لضعفائهم فكانوا يقيمون عليهم الحدود كانوا يقيمون عليهم الحدود على الضعفة ولا يقيمونها على الأشراف كأنهم يريدون إكرامهم أو يريدون المحافظة على سمعتهم أو ما أشبه ذلك هذا هديهم الذي مشوا عليه ولما حدثت حادثة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهي أن يهوديا من أشراف اليهود زنى في المدينة زنى وهو محصن فضاقت حيلتهم فيه هل يرجمونه وينفذون عليه حكم التوراة أو لا يرجمونه وإنما ينتقلون إلى عقوبة أخرى ثم إنهم اختلفوا في هذا فقالوا نذهب إلى محمد نذهب إلى محمد ونسأله عن هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما تجدون حكمه في التوراة أراد أن يتحداهم وأن يبين كذبهم قالوا نجد في التوراة أنه يفعل فيه كذا وكذا وكذا فطلب النبي صلى الله عليه وسلم التوراة فنشرت بين أيديهم فقرأوها ووضع القاري أصبعه على آية الرجم وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه حاضرا وكان من أحبار اليهود ثم من الله عليه بالإسلام فأسلم فقال ارفع يدك يعني القاري فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بزانف رجم ونفذ فيه حكم الله والرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد الاحتجاج بما في التوراة لأن هذا عنده في القرآن فيما أنزل الله عليه ولكن أراد أن يقيم عليهم الحج ويبين كذبهم وافتراءهم على الله سبحانه وتعالى ففضحهم الله في هذه القضية ترجمة نانسي قنقر